أخ، أخ، الله عزيزان حلي كان السبب وحس بي الله من عمله كيف ستي، ستي، آه يا ستي اليوم ما عندك ستال بطنوني أحفظ هل تسيدة عشان أبكينها في اليوم الضال هذه اللحظة ما نحن فيها يا ستي، حس الفاضي، ضيال أرضنا وطنك عزيزة كصاير ليه يا عزيزة تكسير خاطرها؟ خليها نوصتها وبرها لنكتها تعال يا حبيبتي، ستيك مش تسطى هاي، وسيبت حكي التلبها عبردها بتحكي هاي وشو اللي حربتلبها يومون؟ كان لنا مضط وكان لنا قرب امتفتحها وأبنوكم من خيرها وكان لنا دون عشين فيها أفهدوا للهوظ الله يكسروا ويكسب أعمالي أخذوا كل شيء أخذوا الأرض وشتتون في كل مطلع وولاد الجنال هايوا في المخيمات وخيم جلزون وخيم روحدات وخيم عن الحلم وخيم لي الموك وعملش في أمريكا وخالدش في ليكا آه يا ستي، شو بدي أكلتش لكلتش؟ ونمش المسبقاني يسأل عمتي، الترس بالتاريخ؟ كيف صار هالحك يا عمتي؟ بدأت القصة يا عمتي للزمان من يوم ما أخانت بريطانيا العرب وأخذتهم معد بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين الواعد المشؤون، معد بالفور في عام 1917 وبعد ما أخذ اليهود كلمة من بريطانيا بدوا يهجبوا على فلسطين من كل صنوة وفي عام 1948 صارت النكبر الله ينكبهم الله ينكبهم في كل مطرح إحسان اليهود فيها أراضي تير من خلسطين مثل قديم مثل مدينة عكة وحيفة وياكة وعسطنة وفي عام 1967 صارت النكسر الله ينحك السلوس من شعر الله أخذ اليهود بقية سلسطين مثل مدينة الخليل والنبس ورام الله وجزء من مدينة القدس فهي واحدة فيهم يوم الأرض النكبة وهي المنكسر يكشل على هذه اللي لم أعرف شي يوم الأرض لهذه والهذه يوم الأرض يامر هو اليوم نطلع في الشباب المدينة من قرية الطيبة والسطينية هذول محتاجين على مصارة راضي كاريتهم وفي هذا اليوم قتل اليهود عدد من شباب الكريه وجرحوا على التكبر وسقوا الأرض بضربهم يوم الأرض بضضي الدكترة الفلسطينية بإنقرهم أرض وشو يعني مصادرة الأراضي؟ اليهود اللي بيأخذ الأراضي من أصحابها وبيبنى فيها مستوطنات لإنهم على هيك يا سبتي كل يوم لازم يكون يوم بالأرض لازم يوم الأرض لازم يوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر